اهلا بكم اصدقائي انطلقت اليوم منافسات مرحلة الاياب من دور المحترفين لكورت القدم باقامة مبارتين ضمن المرحلة الثالثة عشرة وبدأت لعبة الكراسي المتحركة بحثا عن التربع على الصدارة وفي استاد الامير هاشم في الرمثة فاز شباب الاردن بثلاثة هداف لهدفين على الصريح ليقفز للصدارة مؤقتا وعلى ملعب البتراء تعادل فريقا البقعة واليرموك سلبا ليبقى اليرموك في المركز قبل الاخير في الترتيب وفي قمة مبكرة وفي مباراة كسر العظم يستضيف فريقا الرمثة في الثالثة عصر غد نظيره الفيصلي في استاد الامير هاشم في الرمثة وتأتي المباراة في ايطار لقاءات الاسبوع الثالث عشر للدوري الفريقان استنزفال كثير من النقاط في مرحلة الذهاب بصورة اثرت سلبا على الطموح والموقع على سلم الترتيب المواجهة الساخنة ستكون بحثا عن تحسين المواقع واسترداد الثقة والتوازن وبما يعزز من تطلعات الجانبين في استعادة طريق المنافسة على اللقب ويصعى الرمثة الذي يعول بالدرجة الاهم على عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز بهدف التقدم خطوة نحو الامام ورد الاعتبار امام الفيصلي الذي فاز عليه ذهابا ثلاثة واحد مباراة اخرى كانت مقررة غدا ولكنها لن تقام هي مباراة ذات راس والجزيرة وتم الغاؤها بسبب عدم صلاحية ملعب الامير فيصل في الكرك بعدما غمرته المياه والثلوج فريق الجزيرة تدرب على ملعب الهاشمي تحت اشراف الكابتن عيسى تورك المدير الفني للفريق حيث شهد التدريب عودة بعض اللاعبين الجزراويين وفي مقدمتهم لعب المنتخب الوطني محمد الباشا الذي يعد من انشط لاعبي المقدمة محليا الكابتن عيسى تورك كان له هذه الوقفة مع كاميراة رؤية خلال تدريب فريقه على ملعب الهاشمي مباراة ذات راس اليوم تبلغنا انه تم تأجيلها بسبب تراكم الثلوج على الملعب وما قدروا ينطفوا الملعب في اللاعب وهي من هو انا انا بقول يعني انه يجب ان يكون فيه هناك غطاء للملعب يجب ان يكون فيه هناك تحضيرات دائما احنا ملعب في فصل الشتاء وبالتالي انا باعتقادي انه مفروض يكون فيه نظرة اخرى للملعب حتى تستمر اسبوع الاول تم تأجيله بسبب الظروف الجوية الان مباراة مع ذات راس سوف تؤجل طبعا لما تكون الحمل التدريبي مبرمج على اساس يوم الاربع عنا مباراة كان الان بده يختلف البرنامج يعني اكيد بلا شك الى تأثير نسبة للاعب منتخب سوري مردكيان ونحن بحاجة للاعب مواجم والحمد لله ان شاء الله بنتوفق فيه وعودة الباشا طبعا من الاحتراف من السعودية اكيد بلا شك الى داعم استعدنا فالمنتخب النسوي لكرة القدم تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي ستقام في فلسطين خلال نيسان ابريل المقبل تحضيرا للمشاركة في تصفيات كأس اسيا للسيدات في عام 2014 بمشاركة منتخبات اوزباكستان ولبنان والكويت وخاض المنتخب النسوي الحصة التدريبية الاولى بقيادة المدير الفني السابق لمنتخب الشبات منير ابو هنطش الذي حل مكان المدرب السابق لمنتخب السيدات حسن ابو راس الذي لم يجدد الاتحاد عقده مع المنتخب وضم الجهاز الفني المساعد كلا من مساعدة المدرب المدربة اسيل بربراوي ومدرب حراس البرمة معتاز الريشة وجرت تدريب بمشاركة معظم اللاعبات اللواتي تم اختيارهن للتشكيلة الاولية تنطلق في قاعة الامير حمزة في مدينة الحسين للشباب غدا تدريبات المنتخب الوطني لكورتسلة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي تقام في ايران والمؤهلة لنهائيات الاسوية في الفلبين وسيحضر التدريب الاول مجلس ادارة الاتحاد للقاء اللاعبين والجهاز الفني والاداري للوقوف على احتياجات ووضاع اللاعبين لتوفير وتسهيل جميع الظروف التي تساعدهم على الالتزام بالتدريبات التي ستجري على مدار خمسة ايام اسبوعيا ويضم الجهاز الفني والاداري المدير الفني مراد بركات والمدرب سمير مرقص والاداري يوسف كيال والمعالج لؤيم رايات وقرر الاتحاد دعوة ثمانية عشرة لاعبا يشكلون القائمة الاولية مع ادقاء الباب مفتوحا لدعوة اي لاعب اخر لاحقا بحسب الظروف وتجمع المنتخب الوطني للكرة طائرة تحضيرا للمرحلة المقبلة والتي تتضمن المشاركة في بطولة اسيا وكأس العالم المنتخب يتدرب باشراف الكابتن ابراهيم فيليب والكابتن اياد توفيق الذي قال ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل للنهوض باللعبة وتوفير كافة اسباب النجاح للمنتخب الوطني واوضح ان الجهاز الفني والتدريب اختار مجموعة من اللاعبين صغار السن الذين لا تتجاوز اعمارهم 22 عاما باستثناء عدد محدود من اللاعبين كبار السن للاستفادة من خبرتهم الكبيرة خلال فترة الاعداد المبكرة انطلقت منافسات البطولة التصنيفية الاولى للتنس والتي يقيمها اتحاد اللعبة على ملاعبه في مدينة الحسين للشباب ولكافة الفئات العمرية وتقام البطولة وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والاندية وتعتبر باكورة نشاطات الاتحاد للعام الحالي وفي ابرز النتائج في مسابقة السيدات تغلبت ان ابو الحاج على تسنين القريوتي وفادت رند سمرة على جود مرجي واحقق الرياضي اراميكس المطلوب واعتلى صدارة المجموعة الثانية ليبلغ الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية الرابعة والعشرين في كرة السلة الرياضي تأهل مباشرة دون ان يخوض الدور الثاني كون المجموعة الاولى تضم ثلاثة فراغ فقط ونجح الرياضي في تحقيق ذلك بعدما تفوق على فريق سمارت جيلس الفلبيني بنتيجة 75 ل 65 مستفيدة من الفوز الكبير الذي حققه الاهل الاماراتي ضمن نفس المجموعة على المتحد اللبناني وتخوض ستة فرق ثلاثة مباريات في الدور الثاني وتتأهل ثلاثة فرق الى جانب الرياضي الى الدور نصف النهائي الذي يقام الجمعة المقبل اخيرا سجل مهاجم فريق ارسنال جورفينيو هدفا ساعد منتخب ساحل العاج في الفوز باربعة اهداف مقابل هدفين على منتخب مصر في مباراودية جرت في مدينة ابوظبي الاماراتية الفراعين افتتحوا التسجيل عن طريق الهداف محمد ابو تريكا وسجل منتخب ساحل العاج هدف التعادل من ضرب الجزاء مثيرة للجدل بعد احتكاك بسيط من احمد فتحي للعاج ماكس جراديل بعدها نجح منتخب ساحل العاج في انتزاع التقدم عن طريق لوسينا تراوي الذي اسكن الكرة في مرمى الحارس المخضرة مع صامع الحضري وعزز منتخب ساحل العاج من تقدمه بهدف ثالث سجله جورفينيو الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء ورد منتخب مصر وقلص الفارق بهدف ثاني سجله جدو الذي اسكن الكرة من بين قدمي الحارس باري وفي دقيقة الثالثة والثمانين سجل عياق ونان الهدف الرابع لمنتخب ساحل العاج الذي انهى اللقاء باربعة اهداف مقابل هدفين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة